اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي فات وعلى اللي جاي نروح نطمن حضراتكم على الفريق واستعداداته للقاء شباب بولزداد مع زملنا العزيز فاروق صلاح فضل يا فاروق كل شكر الكابتن الكبير الكابتن ايمن شوئي ورحب بك كابتن ايمن ورحب بكل مشاهدي قناة الناد الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندرية وبالتحديد مدينة برج العرب ومقر إقامة تفريق الناد الاهلي وآخر استعدادات تفريق الناد الاهلي لمواجهة تفريق شباب بولزداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دور أبطال إفريقيا المباراة التي تقام في تمام الساعة السادسة على استعداد الجيش ببرج العرب خلينا أقول لك استعدادات مكثفة للناد الاهلي على مدار الأيام الماضية بالأمس كان الفريق اختتم تدريباته على ملعب مختار التيتش قبل المران كان مستر مارسل كولر المدير الفني للناد الاهلي عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين طبعا نتكلم على أمور خاصة بهذه المباراة تطرق الحديث في هذه المحاضرة لبعض الأمور لمستر كولر نبه وحذر منها اللاعبين وضرب أمثلة بفريق الوداد اللي حتى الآن يتلقى الهزيمة فيه أول جولتين في بطولة دور أبطال إفريقيا وأيضا فريق التراجي التونسي اللي كان هزم في آخر اللقاء أمام فريق الهلال السوداني وأيضا هزيمة أساندونز من فريق مازنبي تحدث إن قال إن ما فيش مباراة سهلة وما فيش مجموعة سهلة توخي الحزر وضرورة عدم الاستسهال للخصم ووضح وقال شفنا فريق مدياما حق انتصار على فريق شباب بولوزداد إذا بيزيد من صعوبة هذه المواجهة الهامة للنادي الأهلي لأنها مواجهة صعبة أيضا لفريق شباب بولوزداد الطامح النهاردة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي مستر كولر نبه وحذر على اللعبين ضرورة استغلال أنصاف الفرص ضرورة إحراز هدف مبكر من بدري يريح أعصاب الفريق ويد الفريق أفضلية فيها هذه المباراة ثم انطلق المراني اجتمل على بعض الجوانب الفنية والقطاطية اللي مستر مارسل كولر طلبها من لعاب النادي الأهلي عقب المران طبعا مستر كولر أعلن عن قائمة لهذه المباراة هذه القائمة بتشهد طبعا عودة نجم خطة فعل ندي الأهلي محمد عبد المنعب والمهاجم أنتوني مودستس طبعا استعدادهم على مدار الأيام الماضية واخدوا أجزاء كبيرة جدا من التدريب الجماعي للنادي الأهلي وأصبحوا جازين من الناحية الفنية والناحية الطبية ثم توجه الفريق إلى الأسكندرية اللي مبيب بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة اليوم النهاردة كان يوم اعتياد بالنسبة للفريق للنادي الأهلي كانت تناول اللعبون واجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم قدت قد الفريق يعني لصلاة الجمعة هنا في مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي ثم واجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية زورا المحاضرة الفنية في الزي يعني في الوقت أنا أكلم حضرتك مستر مارسي الكولر بيعقد المحاضرة الفنية مع اللعبين عقب انتهاء المحاضرة يكون التوجه إلى استهدى الجيش ببرج العرب طبعا اللي هيستضيف أحداث هذه المباراة وجوه اللعبين تركيز شديد جدا من لعاب النادي الأهلي على هذه المباراة عايز أقربك أكتر كمان من فريق شباب بابولوزداد اللي كان حضر إلى القائرة يوم الثلاثاء أدى تدريبين على مدار اليومين اللي ماضيين هنا في الأسكندرية يوم الأربع ويوم الخميس خلينا أقولك طبعا أن بيقودهم مدير فني جديد هو ماركوس باكيتا المدير فني البرازيلي اللي قاد الفريق في خمس لقاءات قد يحقق الانتصار في سلاسة لقاءات منهم وجهتين في الدوري ومواجهة في دوري أبطال إفريقيا اللي كانت أمام فريق يانجي أفريكانس وطلق لزيمة في مباراتين كانت أمام فريق اتحاد العاصمة في الدوري أبطال الجزاري وأمام فريق مدياما به هدفين مقابل الهدف الأمر اللافت للنظر أن فريق شباب بلوزداد الهزيمتين اللي طلقهم كانوا خارج ملعبه مستر ماركوس باكيتا بالأمس في كلامه وفي محضرته مع اللعبين يتكلم على أهمية هذه المباراة وأنها نقطة مباراة فاصلة جدا بالنسبة لفريق شباب بلوزداد اللي بيطمح لاستكمال مشواره تقدر تقول إن حسين بن عياد واحد من عناصر الخبرة ومعاز حداد الاثنين اللي هيقودوا خط الدفاع طبعا نظر لغياب يوسف لعوافي وشعيب بجداد أيضا تعليماته وتوجيهاته كانت ليه عبد الرقوف ببلغيث وأسامة درافلو الاثنين اللي تقدر تقول هدف الفريق سواء أسامة الأحرص أربع هداف أو عبد الرقوف ببلغيث يعني التاني هدف الفريق بسلاسة هداف كانت تعليمات الليين بضرورة التزديد واستغلال مهارة التزديد من خارج منطقة الجزاء وضرورة استغلال كل فرصة أمام النادي الأهلي عايز أقولك برضو يعني إن فريق الشباب ببلغيث بالنسبة له هنا الأجواء كان فيه استحسان كبير جدا من الإقامة هنا في الأسكندرية وأيضا الأجواء لكن إن شاء الله المباراة ومرضوطها للعبت للعبت النادي أهلي تكون نقطة مهمة جدا من الأمور المهمة جدا برضو خلينا أقولك إن حكم المباراة أو الحكم الكيني اللي يدير أحداث هذه المباراة الحكم الكيني بيتر أويرو تقدر تقول 41 عام وكانت آخر مباراة أدارها بيتر أويرو للنادي الأهلي كانت هي مباراة للزهاب للدور النصف النهائي اللي بنسخة الموسم الماضي المباراة اللي كانت جمعتنا بين النادي الأهلي وفريق الترجل التونسي يوم 12 مايو على استاد حماد العقربي أو استاد رادس وكانت انتهت بفوز النادي الأهلي بسلاسة أهداف مقابل لشي إن شاء الله يكون فال خير وجود بيتر أويرو حكم هذه المباراة تبقى فال خير إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة واحد من الحكام اللي تقدر تقول حكام اللي مش أسماء كبيرة في القرى الأفريقية ولكن واحد من الحكام اللي يعني فيكتور جوميز داله توجيهات وتعليمات فيه يعني بضرورة يعني يقدم مباراة كبيرة كل فريق ياخد حقه النادي الأهلي ياخد حقه فريق شباب بابل إزداد ياخد حقه نتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا العظيم النادي الأهلي في هذه المباراة وتبقى ثلاث نقاط مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي في دور الأبطال أفريقيا وتحقيق البطولة الـ 12 بإذن الله من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمان شاو شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح طمننا على الأجواء كالعادة قبل المباراة كلمنا على أهمية ماتشل النهاردة ويمكن ميستر كولر قال آه هو يمكن فاروق قال نفس الكلام اللي قاله ميستر كولر مباراة إن مفيش حاجة اسمها بقت صعبة وسهلة بقت تقريبا تقريبا كل المباراة بقت صعبة من ناحية الفنية وقومتش من السهل أيوة صحب ميستر كولر قال في المؤتمر الصحفي إن تقريبا الفرق شبه متساوي الفرق شبه متساوي يعني آه في القوة يعني هو قصده في القوة وفي المستوى الفني طبعا أنا موجة نظري زي جماير النادي الأهلي الأفضل النادي الأهلي المتميز هو النادي الأهلي اللي بيمتلك عناصر جيدة في جميع الخطوط هو النادي الأهلي والأجهز فنيا هو النادي الأهلي يعني الأجهز فنيا لصدارة المجموعة هو النادي الأهلي مطلوب مننا بس التركيز شوية التركيز شوية في النواحي الهجومية في الفرص السهلة اللي بتضيع والتركيز شوية في النواحي الدفاعية في بعض الأخطاء الساسجة اللي بنتحمل نتيجتها في آخر المباراة. يعني المباراة اللي فاتت احنا اتبسطنا بالأداء النادي لأهلي الشرط الثاني. أداء يعني هو ده الأداء الأفضل من بداية الموسم حتى الآن. الشرط الثاني في المباراة اللي فاتت. كان الأولى إن احنا نطلع كسبانين. يعني نتيجة التعادل بصراحة نتيجة غير عادلة. نتيجة غير عادلة ولكن إحنا قلقنا يعني إحنا وإحنا بنتفرج هنا على الماتش والشوت الثاني تسيّد كامل للنادي الأهلي وفرص مهدرة بالجملة ابتدنا نقلق ابتدنا نقلق مع أن إيه؟ مع أن فيرت يونج أفريكانز الشوت الثاني معددش نص الملع ولكن ابتدنا نقلق من الفرص المهدرة كتير وفعلا دفعنا تمنها في آخر الماتش مع أن إحنا جبنا مع أن دي مش عادتنا إحنا المفروض أن إحنا بنجيب يعني حتى لو الأمور متساوية النادي الأهلي بيفرد اسلوبه وبيفرد سيطرته لحد نهاية المباراة إحنا جبنا جول فعلا في نهاية المباراة فكان من الأولى أن إحنا نحافظ عليه نبتدي نركز في الملعبنا نلعب كرة نضيع الوقت اللي فاضل كان نقلق ستلاتة أربعة داي ولكن معلش قدر الله ما شاء فعل ولكن العرض بتاع الشوت الثاني الماتش اللي فات لا يعني أسلك سدورنا هي النتيجة بس اللي زعلت ولكن كان من الأولى أن إحنا نكسب ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إحنا متصدرين المجموعة ماتش النهاردة إن شاء الله بإذن الله بعض المكسب حيبعدنا يعني ماتش النهاردة الهدف النهاردة لوحي طبعا الجماهير الآن قبل كاس العالم الجماهير عايزة تشوف أداء وعايزة تشوف نتيجة قبل كاس العالم أنت راح على معمعة كبيرة قوي 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 وليفل تاني ومستويات تانية وكمان المرشح المحتمل اتحاد جد السعودي شوفناها مبارح في ماتش دمك السعودي في الدوري خسروا 3-1 ولكن مريحين مجموعة في مجموعة كانت غايبة بسبب الإصابات محضرين نفسهم للماتش اللي جاي يعني هما مبارح واضح جدا من الاتحاد السعودي ما كانش بيفكر في المباراة لا بيفكر في اللي جاي بيفكر في ماتش الأهلي المصري وأكيد مستر كولر دماغه برضو فيها حيز من التفكير للماتش اللي جاي عشان كده مش عايز أقول بروفا ولكن التشكيلة اللي حيلعب بيها النهاردة أعتقد أعتقد بعد عودة المصابين الحمد لله منعم رجع مودست رجع بعد عودة المصابين أعتقد أن ده حيبقى التشكيل الأمثل والأفضل لمستر كولر اللي بيفكر فيه اللي حيبتدي الماتش الجاي بتاع نادي اتحاد جدة وأكيد بيشغل حيز من تفكيره خليني بقى هتكلم برضو على جهازية النادي الآلي وهتكلم على بلوزداد بس خليني أقف عند نقطتين موضوع قتل بحسا الأسبوعين اللي فاتوا وناس اتكلمت فيه كتير جدا 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 كله تكلم فيه موضوع اتحاد الكرة وتدخله لصالح نادي الزمالك عن طريق مستر فيتوريا وعن طريق مستر فينجادا اللي هو كان بيشتغل في الاتحاد قبل كده كان مدير فني الاتحاد طيب أنا اللي يزعجني من كل الكلام دوت اللي يزعجني من كل الكلام ده إن اتحاد الكرة لحد دلوقتي محدش طلع أو طلع بيان رسمي يقول الحقيق اللي حصل سمعنا إن مستر فيتوريا اتدخل وبعدين تلايه في حتة كده في ركن واحد طلع من اتحاد الكرة قال لك إيه لا مستر فيتوريا ما تدخلش ما تدخلوش في المشاكل دي ومستر فيتوريا ملوش دعوا بالكلام دوت طب خلاص ولا تزعله. أنا مصدقكم. ولو أني مصدق أكتر الأخ العزيز إيهاب الكومي. إيهاب الكومي من نوع اللي ما بيعرفش خبي. يعني إيه؟ يعني إيهاب الكومي ده عضو مجلزة اتحاد الكورة. وهو أخ عزيز وأخ فاضل. هو اللي في قلبه على لسانه. ما بيعرفش خبي. هو طلع قال صراحة أن ميستر فيتوريا وميستر بن جدا شغلين لصلاة. إحنا بنشتغل لصالح الكورة المصرية. عظمة على عظمة. يا حييك. فعلا. بس يريد تشتغل كده للأندية كلها. طيب. هتقول لي ليه؟ هقولك ليه ماشي. هناخد مثال بسيط. مثال بسيط للنادي غير النادي الأهلي. وبعدين مثال للنادي الأهلي. مثال بسيط لغير النادي الأهلي. نادي الإسماعيلي بيعاني بقاله ثلاث فترات متقطعة. بسبب أنه هو موقف من القيد. ماشي. عنده مشاكل معهم مدربينه مع لعيبة واخرهم امر الزمان للعيب التونسي فانت دلوقتي عملت ايه لنادي الاسماعيل عملت ايه للنادي الاسماعيل ما انت كل الانديه عندك سواسية اهلي زي زمالك زي اسماعيل زي فاركل اللي كان مقوف قيده برضه طب انت اتدخلت لصالح النادي الاسماعيل او اتكلمت عشان تجيب حق النادي الاسماعيل ما انت بتقول انا شغال لمصلحة الكرة المصرية شغال لصالح الأمدية المصرية ماشي يا عم حسدق كلامك بس لما شوف بقى أمورك أستعجب لما بشوف أمورك على الطبيعة بستعجب انت دلوقتي الراجل جي قال في برنامجه ياب الكومي قال ان اتحاد الكرة وسط مستر فيتوريا ومستر بن جادا لصالح نادي الزمال معنا الكواليس طبعا بس خلينا نكمل فيه الكلام اللي أنا بقول حاجة بسيطة جدا ريح الناس كلها اطلع ببيان من اتحاد الكرة اطلع اقول ان الكلام ده ما حصلش وان الامر اختلط على ايهاب الكوم هو ايهاب طلع بعد كده من يومين ثلاثة واعتذر وقال انا كنت فاهم غلط ولكن مستر فيتوريا لم يتدخل مطلقا ماشي مصدقك ايهاب بس يطلع اتحاد الكرة ببيان يقول فيه الكلام ده فعلا ما حصلش وان مستر فيتوريا لم يتدخل مطلقا وما حدش يجيب صيرته لان الراجل مركز ماشي هو مركز يا عام في المال بس اطلعوا ببيان واضحوا لنا الصورة كاملة مش واحد يروح جاي مستخابي وطلع في حتة صغيرة ويقولك الكلام ده ما حصلش واحد تاني يروح داخل على جنب يقولك لا الكلام ده ماشي انتو اتحاد كرة موقر اتحاد كرة عظيم اتحاد كرة بتاخدوا قراراتكم من نفسكم مفيش حد بيملي عليكم اي قرارات مصدقين احنا مصدقين اطلع يا سيدي ببيان وضح الحقيقة ماشي ما وقفتش ليه جنب النادي الاسماعيلي دورك ايه دورك ايه لحد دلوقتي اهو دورك ايه لحد دلوقتي ما سمعناش اي حد جي تكلم موضوع حسين الشحات والشيبي خرق للخوانين واللواح بنسبة مليون المية بنسبة مليون المية مستني ايه مستني تطلع تتكلم امتى يعني انت المفروض قراراتك من دماغك او قراراتك مدروسة مين كنتوا نفسكوا مفيش حد من برا بيقولوكوا تعملوا ايه مصدقكم طيب انت مش بتعامل مع الاندية كلها سواسية الاندية كلها انت المفروض بتخدم الكرة المصرية وبمناسبة خدمة الكرة المصرية انت بتخدم الكرة المصرية وجاي تطور وجاي تعمل نقلة كبيرة جدا للكرة المصرية وجاي تصلح اخطاء الماضي ماشي معاك طيب والناس اللي مش مركزوا خلي بالحضراتكم اتحاد الكرة ده المفروض دي خدمة طوعية خدمة طوعية يعني ايه يعني انا جاي اخدم البلد اخدم البلد في صورة ايه في صورة ان انا عضو ماجلس دارة او رئيس ماجلس دارة اتحاد الرياضي احنا بنكلم على اتحاد الكرة دلوقتي خلينا في اتحاد الكرة معناها ايه ماشي معناها اولا لازم ما يكونش في حاجة اسمها تضرب مصالح يعني ايه تضرب مصالح يعني ما استفدش من شغلتي دي التطوعية اللي انا بشتغلها بشتغلها عشان مصلحة البلد في اي حاجة تانية ما تربحش منها ما اشتغلش في حتة تكون فيها تضرب مصالح مع المنصب اللي انا فيه كعضو ماجلس دارة اتحاد الكرة مش هقول اسماء مش هقول اسماء ولو ان انا ما يهمنيش ان انا اقول اسماء او ما اقولش اسماء لكن انا مش هقول اسماء ولكن هقول بعض المخالفات وموجودة وكلنا عارفينها ولا عارفين فيه بنود ولا لأ فيه لوائح بتحكم العلاقة بين المركز التطوعي والشغل الخاص برا طب لو الشغل الخاص اللي برا دوت انا بستفيد منه وبتربح منه لو انا بستفيد منه وبتربح منه إيه الحال الحال يبقى المفروض لازم فيه محاسبة الحال في أي حتة في العالم لازم يكون فيه محاسبة لأن ده حاجة اسمها تضارب مصالح تضارب مصالح يعني أنا بستفيد من موقع اللي أنا فيه اللي أنا المفروض أصلا متطوع فيه طيب إحنا بنشوف ناس أو بنشوف بعض الأعضاء المؤكرين احترامي كامل للأعضاء كلهم احترامي كامل لرئيس اتحاد كورة القدم وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كورة القدم ولكن رحض يرد علينا اللي احنا بنشوفه ده صح ولا غلط لما يبقى فيه عضو أو بعض أعضاء مجلس إدارة هم أعضاء مجلس إدارة موقعين محترمين وجايين يشتغلوا وبيعملوا شغل كويس جدا عشان مساحة كورة مصري ماشي ولا إيه في قناة محلية بيحلل المفروض أنت محايد ماشي ولا إيه في قناة خارجية بيحلل ولا إيه عنده برنامج طالع يحلل طب أنا عندي برنامج تفتكروا حضراتكم إن أنا حنتقد نفسي أو حنتقد المكان اللي أنا شغال فيه يبقى أنا لا أصلح لخيط المكان أو لا أصلح لموقعي في المكان ده يبقى أنا جاي أنتقد بنتقد نفسي يبقى أنا بعمل حاجة غلط يبقى أنا لا أصلح المكان ده فالوضع الطبيعي أكيد لما بطلع في برنامج عندي ليه أنا وأنا عوض مجلس إدارة تحاد الكورة استحالة حنتقد مجلس إدارة تحاد الكورة ومش حنتقد قراراته ولا حاجة جنبها بالعكس أنا هتكلم وأقول كل حاجة تمام وإحنا جايين نطور الكورة المصرية وإحنا ماشيين عالي العال والأنديها كلها سواسية بالنسبة لنا واللي حاصل العكس اللي حاصل واللي إحنا شايفينه العكس تماما في حاجات يطلعوا يتكلموا فيها وفي حاجات وضن من طين وضن من عجين ماشي تضرب المصالح تاني مع احترامي برضو للإخوة أعضاء مجلس إدارة تحاد الكورة كلهم لما أقدم برنامج أنا أعود مجلس إدارة تحاد الكورة وأقدم برنامج في قناة في قناة يمتلك أحد أصحاب الأندية يمتلك أحد أصحاب الأندية ده تضرب مصالح أو مش تضرب مصالح قولوا لي لو أنا غلطان قولوا لي طب فيه بنود ولوايح تحكم الكلام ده ومثلا بيتم خرقها ده تبقى مصيبة ولو ما فيش بنود ولوايح بتحكم العلاقة دي تبقى المصيبة أعظم يبقى كل واحد يعمل على مزاجه وتقول لي في الآخر مصلحة كورة المصرية رابطة الأندية نفس الحكاية نفس الحكاية مخالفات برضو من السنة اللي فاتت أيلين اللي حيمسك اللي جاني الداخلية ما يكونش حد موجود في مجل الزرد تحاد كورة القطر تحب أقول أسماء مش حقول أسماء بس المرة الجاية حقول أسماء ولكن اللي احنا بنشوفه على أرض الواقع غير كده تماما غير كده تماما لا بنشوفه عضو في مجل الزرد التحاد الكورة لا مسؤول في ربطة الأندية ومسؤول عن كذا حاجة معانا في الصورة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في فندق إقامة اللعيبة بيشد من أذرهم قبل المباراة وأنا عارف حجم المعاناة اللي بيعنيها كابتن محمود الخطيب الفترة الأخيرة خصوصا من النواحي الصحية ولكن هو أولاده والمفروض يكون جنبهم الفترة ديت ومعاهم بيشد أذرهم دي بتدي روح معنوية عالية كبيرة جدا 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 للعيبة النادي الأهلي طبعا كل المشاة مهمة كابتن الخطيب شوفناه في أكتر من موقف بيجي على نفسه شوية هو أعضاء مجلس الزرد كابتن الخطيب زي ما بقول لحضراتكم لا بيبقى في معاناة عنده بعض الشيء ولكن بيستحمل تحمل على نفسه جاي لولادي جاي باشتغل علشان مصلحة النادي الأهلي عايز أشد من أذر الولاد عايز الفترة دي تعدي إن شاء الله على خير حاسس بأن المسئولية الفترة دي صعبة جدا 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 على اللعيبة اللعيبة محتاجة تواجد الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة وهم ما بيقصروش ما بيقصروش دايما بصراحة واللعيبة كلنا كلنا عندنا ثقة فيهم جايز الفني كلنا عندنا ثقة فيهم زي ما قلت لحضراتكم إحنا بس إيه النادي الأهلي عودنا على الطمع النادي الأهلي عودنا على الطمع إن إحنا بناخد كل البطولات السنة اللي فاتتوا اخدين كل البطولات عشان كده زعلنا قوي في أول السنة برغم من عدم الجاهزية إن إحنا ضعت مننا بطولتين كده برغم إن فيه كان بعض الأخطاء مش في إيدينا ولكن بعض الأخطاء كده بإيدينا فزعلنا قوي إنما لما تيجي بقى تشوف طيب الحالة دلوقتي شكلها إيه الحالة دلوقتي إن انت في بطولة الدوري العام خلاص إحنا قولنا إيه حنطوي الصفحة بتاعة البطولتين اللي إحنا خسرناهم نبص بقى لللي جاي اللي جاي صعب اللي جاي مهم لما نيجي نشوف الأرقام هتلاقي إن انت تاني دوري عام نقص لك مبارتين لو كسبتهم حتتصدر منفردا طيب على النحية التانية المجموعة بتاعة النادي الأهلي في دوري الأبطال دور المجموعات انت متصدر بمنفردا برضو باربع نقاط اللي بعدك بتلت نقاط يعني ما فيش حد معاك متصدر وبعد كده إن شاء الله بإذن الله المكسب النهاردة خليك بقى إيه تبعد الناس دول كلهم تحتيك انت تبعد بالصدار عوامل كتير جدا النهاردة تخلي إن الماتش صعب النادي الأهلي عايز يوصل للتصدر ويبعد العامل التاني إن الفرقة التانية ما ننساهش برضو فرقة شباب بلوزداد عايز أتعوض اللي حصل الماتش اللي فات كانت خسارة مفاجأة في آخر مباراة من ميدياما الغاني على ملعبه فهو مستغرب اللي حصل دلوقتي للماتش اللي فات ده أنا خسرت اتنين واحد بسيت لقيت نفسي بدل متصدر مجموعة لا ده أنا حعاني ورايح ألعب مع النادي الأهلي علشان أعوض اللي حصل للماتش اللي فات فجاي على الأقل على الأقل مستر باكيتة طبعا معروف مدير فني معروف وكان مدير فني الهيلة السعودية بل كده وجي مدير فني النادي الزمالك مدير فني بقى له 4-5 ماتشات مع شباب بلوزداد محقق نتائج كويسة لكن هو على الأقل جاي النهاردة علشان ما يخسرش علشان ما يخسرش حيقفل الجيم أكيد يتفرج على النادي الأهلي في ماتش اتحاد الجزارة أو اتحاد العاصمة هو ممكن يكون الأسلوب متشابه شوية فممكن يلعب بنفس الأسلوب يقفل يلعب على الهجمة المرتدة هو حافز النادي الأهلي كويس قوي عارف نقاط القوة عارف نقاط الضعف فهيبتدي يلعب عليها ولكن هو مش بعيد عن الكرة المصرية مش بعيد عن الكرة المصرية فرقة النهاردة فرقة بتلعب كرة فرقة بتلعب كرة عندهم لعيبة متميزة في مهارة وقدرة على الهجوم وسرعة ولكن يعني ممكن يسببولك أي قلق في النص التاني دفاعه جيد ولكن ليه أخطاء ليه أخطاء هو مميز في الضربات السابتة مميز في التحولات يعني هنلاعب فرقة كرة ولكن زي ما بنقول هنا دايما إحنا النادي الأهلي إحنا النادي الأهلي تاريخ أرقام هتقول لي التاريخ ماشي إحنا ما زلنا بالأرقام أنت كمان عندك مستين أولاً أنت متصدر تلعب على أرضك تلعب وسط جمهورك النادي الأهلي بيحب الفرق اللي زي دي اللي بتلعب لعب المفتوح ما بيعرفوش يدفعه يعني ما بيعرفوش يقفلوا قوي هيحاولوا أكيد بس الفرق اللي بتلعب لها المفتوح دي إحنا لا دا إحنا بنستناهم إحنا بنستناهم بنعرف نلعب معاهم إزاي بروفا نهائية قبل كاس العالم للأندية بروفا نهائية قبل كاس العالم للأندية عايزين نتطمن السلام بقى لو يجي مكسب وأداء دا اللي نتمنى نتمنى أكتر مباراة كاس العالم المرشح المحتمل نادي اتحاد جد عندهم براءة مع أوكلان سيتي الفوارق كبيرة والكرة بتقول طبعاً الكرة مفيش فيها كبير ولكن الكرة بنسبة 70-80% بتميل لاتحاد جد السعودي اللي هو تقريباً تفكيره كله بنسبة 90% بما فيه ممدير الفني المباراة النادي الأهلي اللي هي الثاني مباراة لي في كاس العالم للأندية فعايزين إن شاء الله النهاردة نتطمن على فرقتنا مكسب وأداء بإذن الله رب العالمين النهاردة ممكن نشوف ميسر كولر حيريح يعني أنا لو منه يعني مش هغامر قوي بمحمد عبد المنة ممكن أريحه لأن أنا ببص كمان اللي جاي مودست ممكن يدي له فترات ممكن ولكن إن شاء الله ماتش النهاردة حيريحنا زي ما قلت لحضراتكم مكسب أداء حنشوف إن شاء الله بإذن الله روح وشخصية النادي الأهلي زي ما شفناها ماتش يونج أفريكانز الشوت التاني المباراة اللي فات هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنروح نستقبل زمنا العزيز محمد الديك هيكلمنا عن الصحافة الرياضية وتناولها إزاي لمباراة اليوم أرجوكم انتظروا برحب بكم مرحب زميل العزيز محمد الديك بسرحة يا محمد نواري سرح الله يا كابتن وبرحب حضرتكم بسرحة المشاهدين وإن شاء الله تبقى مباراة قوية إن شاء الله لنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله وإحاقة تاتة بنت إن شاء الله بإذن الله رب العالمي إيه الجديد اللي عندك النهاردة النهاردة كابتن مباراة صعبة مش سهلة على النادي الأهلي برغم الناس كلها بتتكلم إن الفريق الشاب بالوزداد جاء من هزيمة إلى إن الفرقة دايما فرقة مباراة شمال أفريقيا أو دربيات شمال أفريقيا كابتن تحديدا يبقى لها مزاق خاص أو يبقى لها حماسها ونديةها القوية وحضرتكم كنت كنت لاعب وعرف يعني إيه دول شمال أفريقيا تحديدا ودولة الجزائر سواء مع المتخب أو مع الأندية لنا باع كبير مع بعض الأندية والحاجات اللي زي كده صحيح اللي هرده كمان كابتن من صعوبة المتش إن الفرقة شاب بالوزداد جاية خسرانة أضبوط كمان التراجع من التعادل فقدت نقطة فيهم كان ممكن يريحنا المتش دوت بس كمان الفكرة اللي شاب بالوزداد بيلعب الجيم على شطين عنده الجولة التالتة في القاهرة وعنده الجولة الرابعة ودي حتى في تصريحات الباكيتا المدير الفني للفريق قال إن أنا عندي شط أول في القاهرة هحاول أخب بأقصى نتيجة إيجابية فيه علشان عندي النتيجة كمان ما تأثرش علي في مطش الجولة الرابعة الصحافة كابتن كلاب تتكلم النهاردة على فكرة تلت أو أربع أفكار زي ما عادت كلمت في المترو عندك أول حاجة تأكيد الصدرة اقمنان على الفرقة قبل الصفر فنية وبدانية جاهزية اللاعب قبل الصفر للمونديال كمان فكرة تقديم أداء جيد صحيح الناس كلها بتقولك تخذت راحة فرق بين المطش يونج وشاب الوزداد خمس ستين بالزبط يعني تعال لك رفاهية يومين زيادة ما عندكش حاجة يعني زي ما بيقول خلينا نبدأ كابتن من موقع الكاف موقع الكاف كابتن اللي هاردة كان أبرز عنوان لي بيركز على دير بشمال أفريقيا يعني هو أبرز العنوان في مواجهات نهاية الأسبوع في دور الأبطال برغم أن في مباراة قوية كابتن في الجولة نفسها إلا أن هو ركز على مطش الأهلي تحديدا بصفته حامل النسخة الأخيرة وصحب الرقم القياسي وشباب بالوزداد عارفين الندية بين الدول الشمال أفريقيا مع بعضها وكمان النتيجة المطش اللي فات من الأهلاف النهاردة كابتن برضو بيتكلمه على فكرة أن النادي الأهلي عينه على تأكيد الصدارة وبروفة أخيرة قبل معمعة المنديل لنقلت عندك المطش النهاردة يوم 8 أنت هتسافر يوم 11 فمعندك حتى رفاهية لنقلت تعمل خطة أو تعمل حاجة جديدة رغم أن أنا أعتقد أن مارسل كولر بيخلي تركيزه مطش مطش بيبقاش فكرة الدور الأفريقي الواحده كل بطولة لها استعداداتها وليها التشكيل الخاص بها كمان النهاردة كمان يتكلمون في الأخبار فكرة الجمهور النهاردة إن شاء الله الجمهور عندك كمان وكان فيه رحلات مجانية التي سيارها النهاردة عندك 30 ألف إن شاء الله يكونوا متواجدين وكلهم بالزبط برغم الظروف الجو الحاجات اللي زي كده في إسكنديريا حضرتك عارف الجو صعب شوية لا معرفش فإن شاء الله ربنا يكرم إن شاء الله النهاردة الفريق يكون متواجد برضو في الشروع يتكلمون على إن كولر بيسعى لنهاية سعيدة قبل المنديال كله سيبقى فيه سياق إلا حتى لو مش بالنسبالي التعاتي والنقاط دي بطولة وحدها بس هتديك حافز للسفر قبل السعودية وإن شاء الله بمشرة رحمان ربنا يا كريم لنهاردة إن شاء الله حتى لنهاردة قبل المنديال بتقرب خطوة لدور التمانية لمباراة دور التمانية بالزبط الحاجة الثانية أنه بيحذر من انتفاط الضيوف الضيف جاي وخسرها للمطش اللي فات فبيحاول يلعب على أقصى نتيجة وأقصى استفادة مباراة النهاردة في استاد بورج العرب كمان برده كابتن تصريحات الفريق الجزائري نفسه بتطول التحدي وفي أكتر باللعب كمان حسوا الفترة اللي فاتت واتكلموا اللي احنا اه اتحاد العاصمة كما حدك تكلمت كان فيه سوق توفيق في مباراة السوبر الأفريقي بيتكلموا ليه احنا ما نعملش زي اتحاد العاصمة كمان الحاجة التانية فهي شاب الوزداد ده جيه قبل كده في البطولات السابقة وكسب الزمالك زي هاب وعودة فقال لك لا انا ممكن اقرر برغم اعترافه بقوة المنافس يعني هو بيحترم النادي الأهلي وعنده قناعة كاملة انه هو بيلعب قدام بطل أفريقيا كمان يا كابتن بعد الشروق هنروح للمصر اليوم بيتكلم برضا كابتن بسلاح الجمهور والأرض وقال انه هو كولر بيطالب الشرصة الهجومية وكان في الفتدامات الأخيرة حرص على فكرة تركيز قدام المرمى حبكي لحضركم في التكلم في كل استوديو تحليلي لدي الأهلي أكتر فريق بيروح على المرمى وأكتر فريق بيضيع كمارس الكولر في الفترة تحديدا على شعب كمان لاستعداد للمرحلة اللي جاية لتعندك مثلا فرقة لو نسبت كبيرا كنت تلاعب الاتحاد السعودي في بداية مشوارة في كاس العالم فماعتقدش انك دابل الاتحاد عندك الرفاهي اهدار الفرص يعني بالزبط بالزبط وكمان المباراة حضرتك قلت يعني التسعين ديئة بعدها هتتكمل بإذن الله بيبقاش ليه نصيب نكمل بالزبط لا 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 أتكلمش لا لا أتكلم فكرة اللي جاية الأهلي إن شاء الله سيكمل أنا أتكلم على فكرة التسعين ديئة فيها ثلاثة بس النادي الأهلي طبعا حتى نتكلم في الاتحاد الأفريق نفس أو الاتحاد الدولي يتكلم أن النادي الأهلي دايما منافس قوي في البطولة وكل المواسم التي فات قبل كده يوصل لل سيبي فإن شاء الله لا أتكلمش طبعا لا أتمنى النادي الأهلي غير الصدارة دايما والنادي الأهلي يلعب على أقف البطولة إن شاء الله السنة إن شاء الله إن شاء الله فيها كابتن برد وبعد كده الجمهورية تتكلم أن مارسل كولر يركز على السلاسة الهجومة طبعا هو عنده تشكيلة كاملة وكل نجم في مركزه لكن هو يركز على ثلاثة العيبة تحديدا وفق لكلام الجمهورية برستاو وكهربا وأنطولي مودست يعني هو النموة ممكن نشوف مودست أو وفق نظر الفلية لا نشوف مودست كمان محمد عم منعم وقلت النموة ممكن يديه وممكن يريحه بس نشوف لفترة أنا لو منه سريح صراحة هي مارسل كولر عالدو قناعة كاملة اللعيب طالما ما عنده الجاهزية كاملة ما بدخلوش في القيمة أو بنزلوش المطس وشوفناها أكتر من مرة مع أكتر من اللاعب كان جاهز وبيشارك في تغييرات الجرعية لا بيضموا للقيمة ولا بيشاركوا في قيمة في المناطي المطس آخر حاجة كابتل في الوفد كانوا بيتكلموا على فكرة المباراة دي مواجهة تتقرر بعد 22 سنة آخر مواجهة أو المواجهة الوحيدة اللي كانت بين الأهل وشاب وزداد كانت 2001 والحمد لله رب الله وقرب النادي الأهلي كسب زهاب وعودة بالزبط زهاب وعودة واحد صفر وكمان كان وقتها نطر الزياب في الجزائر كان مهم بالنسبة لك كان بناسبة مسابة علوق الزجاجة وكانت بوابة التتويج للقادي الأهلي بعد فترة غياب كان أخير قلق حضرتك اللي هو 87 النادي الأهلي لم يتوق بطولة دي 87 فكانت دي بداية البتاع وإن شاء الله ربنا يكرم النادي الأهلي إن شاء الله ويبقى شهاب بالوزداد وش الساعد على النادي الأهلي ويوتوق باللقب رقب 12 إن شاء الله ويكسب النادي الأهلي برضو إن شاء الله رايح جاي لأن الماتش اللي جاي برضو بعد العودة حيباش فابلوزداد في الجزائر بالزبط في كابتن في الوفد أكتر شوية مش شوية بمراحل بينه وبين شهاب الوزداد شهاب الوزداد بيشارك للمرة الخمسة في دور أبطال أفريقيا فما عندوش أو عند لعبته الخبرات الكتيرة بس القصة كلها بتتكلموا إن باكيتا عنده خبرات اللعب في الدور المصري اللي هو كلام لكده مع الزمالك وأجوال أفريقية فبالنسبة له مش هتبقى وفكرة الإرهاق برضو يا كابتل الناس كلها بتتكلم إننادي الأهلي هو الوحيد اللي بتتكلم بفكرة الغيابات والإرهاق لأ الدنيا كلها في أفريقيا بتتكلم دلوقتي عن إرهاق بالضبط هو دلوقتي يقول لك أنا جاي من غانا وعدت يوم في الجزائر وجيت على القاهرة وهارجع تاني وهارجع تاني الجزائر فهو بتتكلم برضو فكرة إنه عنده غيابات عنده خفص لعيبة كابتل منهم اللي هو يعني تعتبر خط الدفاع عنده عنده اثنين لعيب موجودين بالضبط خط الدفاع تحديدا عنده أزمة شوية بالضبط وده كمال كان التركيز النهاردة حتى هو ما بتتكلم إنه يتحدى إرهاق الغيابات وبتكلم كابتل على فكرة إحياء الأمال أفقارية بالنسبال لو أخذ نقطة النهاردة هيقبل بالضبط عزمة الحضرة قوة بقسم المطش لجزئتين الشرط الأول في القاهرة والشرط الثاني مع نفس المنافس في الجزائر الحاجة التالية برضو يتكلم على فكرة إنه النادي الأهلي بالنسبال في ملعبه منافس شرس يتكلم حتى حسين العيادي كان يتكلم يقول إحنا في القاهرة فعرف يعني الأهلي في القاهرة لاتبنى إن شاء الله نرى النهاردة تلاتين ألف ويكون متواجدين في المطش ويبقوا دافع قوي لفريقة للأهلي بالإضافة اللي كلتا بتتكلم على تأكيد الصدارة هتبقى سبعة بونت في المجموعة هتريحك شوية في المطشات اللي جاية خاصة اللي كلتا عالدك من مطشين خارج ملعبك منهم مطش في الجزائر ومطش مدياما الغالي اللي هو دلوقتي أصبح مفاجأة ودخل معك في الحسابات وإن شاء الله النادي الأهلي إن شاء الله يحسب النهاردة جزء كبير من تأهله وعدم الدخول في الحسابات المعقدة وإن شاء الله إن شاء الله زي ما قلنا النادي الأهلي بالزبط آخر سنتين كان بالنسبة لنا البدايات مش قدي كده رب الله إن شاء الله السنة رجعنا بنتيجة إيجابية إن كنت بتلعب خير بالعبق في ظل الظروف والغيابات رب الله يكرمنا إن شاء الله نهاردة بسناس لقاط تبقى صدارة توقع بداية ونهاية سعيدة لفصل ونبدأ فصل جديد مع بطولة جديدة الناس كتير قوي الجمهير المصرية في السعودية منتظر النادي الأهلي الجمهير المصرية كلها بتدعم النادي الأهلي ورب الله يكرم إن شاء الله ممثل الكرة الأفريقية إن شاء الله هل لرجع برضو نقول ممثل الكرة الأفريقية بإذن الله رب شكرا جزيلا لنديك ولينا القاء إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكرا لك يا كابتا العفو طبعا نديك قال لنا على الصحافة أنا عايزك بس عظمة النادي الأهلي حتى إحنا ما تكلماش كمان على جوائز الأفضل في أفريقيا اللي ماشي اليومين دول في حد الأفريقي الكاب الجوائز دي من ضمنها أفضل فريق أفضل فريق النادي الأهلي بنفسه مين الوداد وصانداونز والأقرب إن شاء الله النادي الأهلي تتكلم على أفضل لاعب في القارة تتكلم على وجود بيرسيتاو هو برضو الأقرب إن شاء الله لحظ هذا اللقب بتتكلم على أحسن حارس مرمى في إفريقيا تتكلم على محمد الشناوي بنفسه مين بنفس مين محمد الشناوي بينفس أونانا أونانا اللي هو جول المان يونيتد وبينفسه كمان الجول المغربي العظيم اللي احنا بنشوف تقلقه دلوقتي في نادي الهلال السعودي ياسين بونو شوفوا عظمة النادي الأهلي تتكلم عن أفضل نادي أفضل حارس مرمة أفضل لاعب داخل القرى نادي الأهلي عظيم احنا بس محتاجين بس نصدق نفسنا نصق في نفسنا احنا الأفضل احنا الأعظم بالتاريخ بالأرقام على أرض الواقع احنا الأجهز احنا الأفضل الكل يخشانا نقص بس نحنا نصق في نفسنا نصدق نفسنا احنا الأفضل ان شاء الله البطولات اللي جاية بإذن الله تبقى تصب في مصلحة النادي الأهلي بيشرفنا الآن زميل العزيز ومحل الأرقام محمد البازي مسأل خير يا محمد مسأل خير يا كابتنا ايمان منوارنا حضرتك نور حضرتك أرقام بتقول ايه بقى قبل ما تشل نهاري يعني الأرقام بتقول ان احنا الأعظم الأهل الأعظم بالأرقام بتدي الأفضلية للنادي الأهلي في كل مشواره حتى الموسم ده على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريكي أرقام بتورينا الشراسة الهجومية عند الأهلي فرص بالكم فرص بالجملة تسديدات على المرمى أرقام فعلا خارقة أرقام فعلا مرعبة بس بنقف عند بعض الحاجات الوراء الأرقام دي طبعا للتحسين والتصليح والأداء أفضل للفترة القادمة احنا بالنادي الأهلي أقوى فريق من التسديدات على المرمى أقوى فريق في صناعة الكرصات في الركنيات أعلى أرقام شفناها أفضل أرقام في الفرص المحققة في علم الصعيد المحلي وعلى الصعيد الأفريكي بكل تأكيد الأهلي هو الأقوى والأشرص هجوميا نقيصنا بس ترجمة معظم الفرص دي الأهداف واستغلال كل الفرص المحققة اللي ضعت مننا الفترة الفاتة عايزين نبدأ كده كابتن أيمن بمشوار نادي الأهلي ونشوف كان مقارنة رقمية ما بين الأهلي وما بين شباب الأزداد علشان نعرض قوة الفرقين وشباب الأزداد عنده نقاط قوة أكيد ونقاط ضعف حتبين لنا الأرقام النهاردة الفرقين ماشيين إزاي بالنسبة للنادي الأهلي عندنا مقارنة كده نقدر نستعرضها نبدأ بيها كابتن أيمن الأهلي وشباب الأزداد فيه حتى في المجموعات حتى الآن نحن عارفين كل فريق لعب مباريتين كان الأرقام بتدي أفضلية شوية طبعا للنادي الأهلي من ناحية الهجومية حتى من ناحية الدفاعية الدفاعية بشكل كبير جدا عايزين نحط الشباب الأزداد حتى في المباريتين اللي تلعبوا يعني نحن نتكلم نحن لعبنا مباريتين حتى شباب الأزداد نحن عارفين الشباب الأزداد خسر طبعا من ميدياما الماتش الأخير 2-1 وفاز طبعا على يانج أفريكنز 3-0 ودي كانت الأرقام بها بتقول حاجة تانية في المباراة دي زي ما استعرضنا قبل كده الأهلي طبعا نحن عارفين المشوار طبعا إحنا فوزنا على ميدياما 3 وطبعا اتعادلنا مع يانج أفريكنز 1-1 الفوز مباراة للأهلي وطبعا ما فيش خسارة الحمد لله تعادل مباراة واحدة بتدينا الأفضلية في النقاط أربع نقاط وتصدر المجموعة الشباب الأزداد ثلاث نقاط من الاتنين طبعا من واحد فوز واحد خسارة هنا الأهداف إحنا أحرزنا أربع أهداف وإحنا نعتبر من أقوى خط هجوم حتى الآن في دون المجموعات بالتساومة على شباب بلوزداد ولكن هنا بقى نقف الفرص والأهداف الـ XG عند النادي الأهلي الـ XG عند النادي الأهلي من واقع الفرص والكوالة التزديدات على المرمى كابتنام يقولين لا احنا كان ممكن نصل لست أهداف مش أربع أهداف فقط أما شباب بلوزداد عمل أوراتشيفين جاب أربع أهداف ولكن من واقع المفروض هدفين دي الـ XG الحقيقي لأننا من الفرص الكبيرة المحققة 11 فرصة ضيعنا منهم سبع أهداف يعني سبع أهداف محققين وجبنا طبعا أربع أهداف بالنسبة بالفرص الكبيرة المحققة زي ما يقولوا الـ Big Chance عند بلوزداد هم تلاتة فقط يعني ده بتقولك أن الأهلي طبعا يعني متفوق بشكل كبير جدا حتى الفرص الضائعة اللي هم خلاص مواجهة المرمى وأنه كان ممكن يحرزها بالنسبة لبلوزداد زيرو الاستحواز الأهلي بيعتبر أو تاني أو أفضل تالت فريق في دور المجموعات في الاستحواز بـ 63% يعني ما يقرر 64% ده على الصعيد الأفريكي حتى الآن حتى على الصعيد المحلي احنا طبعا من أفضل الفرق تاني أفضل فريق في الاستحواز بالنسبة لبلوزداد بقى 41% من وقع الإجمال المباراة اللي عبوها في المشوار الأفريكي ده بالنسبة نكمل برضو المقارنة الرقمية التمريرات بالمباراة بالمباراة الوحدة كابتن نايمن احنا بنصل لربعمية تمريرة وده بيقول لك مدى الكواليت اللي عابين عندنا في الشورت باصس وانهما بيقدروا يمرروا يعملوا البلد أب بشكل صحيح ونصل للمرمى بشكل صحيح على العكس من بلوزداد ما عندهمش الاستحواز الكبير 40% فبالتالي حتلاقي عدد التمريرات عندهم قليلة جدا مقارنة بفريقنا التمريرات الطويلة احنا الفترة الأخيرة في آخر 3-4 مباريات عملنا لونج بول بشكل كتير فده واضح البلوزداد ما بتعملش اللونج بول بشكل كبير عملوا 22 بالمباراة الوحيدة بالنسبة لنادي الأهلي 28 تمريرها طولية التزديدات بقى بالمرمى وهنا بقى الرقم اللي احنا عايزين نعف عليه احنا في المباراة الوحيدة بنصل ل20 تزديدة على المرمى منهم 9 أون تارجت على الثلاث خشبات ناحية الثانية بلوزداد هم 8 فقط شوف احنا 20 هم 8 16 تزديدة في المباراة يعني احنا منهم 5 أون تارجت دي تزديداتنا واستحوازنا وفرصنا الركنيات زي ما كنا بنقول 8 في المباراة يعني احنا دلوقتي ده متوسط طبعا بالمباراة الوحيدة 8 احنا عارفين النادي الأهلي طبعا وصل لـ 48 ركنية في الدوري المصر من 6 لقاءات هنا في المباراتين بنصل تقريبا 16 ركنية في المباراتين اجمالي يعني اما بلوزداد هم 3 فقط في المباراة يعني اجمالي 6 ركنيات وده رقم مقارنة من الأهلي مش كبير طبعا احنا أضعاف الفاولات والأخطاء وهنا بقى عايزة أقف شوية يعني هو المفروض الرقم ده معكوس يعني احنا العكس يا شباب يعني احنا 23 عند بلوزداد ليه بقى الفريق بلوزداد من أكتر الفرق اللي خدت انذارات فيه من شوار الأفريقية حتى الآن 9 انذارات صفرة وعندهم دلوقتي بنتكلم على فاولات يعني تسببه أو فاولات ما يصل لـ 24 فاول عايزة أقول لحضرتك أنهما أكتر فريق بيعمل تاكلينج في المباراة الوحيد بالنسبة للتاكلينج والالتحمات عندهم عارفيني احنا طبعا الفرق الشمال الأفريقية وبلوزداد بالزداد في الناحية في البريل الجزائري هما الشباب زبطوها فبالتالي بيسببه في انذارات كتيرة جدا عايزين ناخد بالنا من الحاجات دات ممكن نستغلها طبعا بشكل إيجابي ده بالنسبة لمشوار طبعا بالنسبة للأهلي وبلوزداد المقارنة الرقمية اللي شفناها بالنسبة للتمرارات تزديدات الأفضلية دايما الأرقام بتقول للنادي الأهلي من ناحية الهجومية استقبلنا طبعا عدد أهداف الحمدلله وليل حتى على صعيد المحلي والصعيد الأفريقي احنا بس منواقع الأرقام في الفترة الأخيرة في آخر خمس مبارات للنادي الأهلي الفرق المنافسة وصلت عندنا سددت على المرمى الأهلي ولكن التزديدات ما كانتش خطيرة أو بتهدد مرمى النادي الأهلي بشكل كبير جدا ده بالنسبة للمقارنة بين الأهلي وشباب بلوزداد قبل ما خش احنا ممكن نتكلم على إحصائية مباراة ميدياما الأخيرة شباب بلوزداد وميدياما ومن هذه المباراة ننطلق علشان نوري النحيل فاني هتكون ماشية ازاي وقوة بلوزداد فيه المباراة طبعا بالنسبة للإحصائية كانت بتقول لنا أرقام شوية يعني غريبة جدا هناخد منها حاجات بسيطة جدا شباب بلوزداد وميدياما احنا عارفين ان ميدياما فازت اتنين واحد على شباب بلوزداد كان برضو الفاولات بقى بص هنا اربعة وثلاثين فاول تسببوا عشان كنا بقول لحضرتك هنا الفاولات كبيرة جدا في مباراة واحدة بس وصل اربعة وثلاثين الركنيات ميدياما كانت عاملة ركنيات بشكل غزير جدا عليهم هم اتنين ركنية فقط هنا بنتكلم حق ميدياما احنا فزنا عليهم وعارفين نقاط القوة وضعف عليهم ارقام بتقول لنا ان احنا ان شاء الله عندنا افضلية بشكل كبير جدا على شباب بلوزداد حتى التسلل حتى لو نكمل ناحية الفرص ناخد بس يعني نقطتين انقام كان ونبص عليهم لو حتى في فرص حتى 12 لميدياما عندهم حتى كابتنايما ان الفرص ما كانتش اعلى حاجة حتى الاستحواز بالنسبة كان الافضلية لميدياما وبالنسبة للنادي الاهلي لاستحواز والارقام والفرص بشكل كبير جدا لو عندنا وقت ممكن نستعرض تشكيلة بلوزداد واختر لعبين عندهم لو ما عندناش وقت نكتفي بال ممكن سريعا نتكلم فيها المجددية معانا تشكيلة شباب بلوزداد اللي دايما سابتة بالعب 4-3-3 عايزين نقف بقى هنا شواء دي 4-3-3 ودي اللي لعبوا بيها قدام ميدياما في المباراة الاخيرة انا عايز نقف هنا على بعض اللعبين يعني احنا عايزين نتكلم على الرقم 22 طبعا اللي هو بالخطر اللعب ده من افضل اللعبين اللي بتعمل كروسات على فكرة الفريدة بلعب كروسات بشكل كبير جدا وكلهم من ناحية اليمين يعني انا عايز اقول لحضرتك انه هما لعبوا 24 او سوري 34 عرضية في الدوري المحالي في الدوري الجزائري منهم 22 من ناحية اليمين في الصعيد الافريكي 18 منهم 10 من ناحية اليمين فدايما كده هدي شكل كروسات برضو سريعا كده بتقولك بعض المعظم الكروسات كانت من ناحية اليمين المربع البيضة ده كابتن ايمانت بتورينا ان هما بيعملوا كروسات نجاحة بشكل كبير جدا من ناحية اليمين بالاخص من عند اللعبة المفتاح الروينج والباك نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان نستغلي ده وان شاء الله الارقام كلها تكون في صالحنا بإذن الله بما في يوم المكسب ونتمنى كمان اداء كويس بإذن الله بإذن الله شكرا جزيلا يا محمد وليان القاء مرة اخرى بإذن الله رب العالمين هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبرنا التحكيم وتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم التحكيم ارجوكم انتظرونا 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 نص الملعب ارجوكم انتظرونا ارجوكم انتظرونا انتظرونا ارجوكم انتظرونا انتظرونا ارجو 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 انتظرونا كبتان يا ماما نرجع له مع ليش لازم نرجع له ماتش يانجي افريكنس تعادل غير عادل ولكن اداء مميز الشروط التاني من النادي الاهلي النادي الاهلي متصدر المجموعة النهاردة عنده لقاء مهم جدا 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 على ارضه امام شباب بلوز ده شباب الرحمن الرحيم اكيد دورة مهمة جدا يعني النهاردة وفرقة جيدة جدا وفرقة كان ليها سابق التعارف معك عن قريب يعني في بطولة كان ليهم حظ الاوفر في انه انت فردت في الشروط الاول وفي الفرص اللي جات لك هناك في المباراة اللي كانت الاولى وبنفس الشكل والاستحواز اللي حصل في الشروط التاني كان انت دربات السابتة الحاجة دي كلها انت لم تستغل لها هم فرقة عندهم بعض اللعيبة وعندهم بعض الشكل الخططي في التعارف على فريق الناد الاهلي في حكاية انه هو بيحاول يضغط من اول مباراة اللي احنا شفناه وبيلعبوا بشراسة بيحاولوا يفقدوك التركيز باي شكل ولكن اللي وضح لنا ان حل عليهم التعب بعد نص ساعة من الشكل اللي كان المدرب بتاعهم حتطولهم وعندما حل التعب يقل التركيز كانوا بقهم رد فاعل فقط في المباراة وانت اللي ما كانش عندك التوفيق واحراز هدف وضع الفوز وهم كمان ايه ابتدوا يضيعوا منك الوقت ويقع في الارض ويخرجوك عن التركيز ولا كان ولكن بطبيعة نادي الاهلي ولعيبته عندهم النيرف دايما اين الفوز النيرف اين ما كانت في المباراة بيلعب جوه بيلعب برا في اي حتة هو شعار نادي الاهلي لابد الفوز باي شعار نهاردة لازم بازن الله يكون في توفيق بازن الله وتاخد الثلاث نقاط لانك لو ماخدش الثلاث نقاط وتعدلت مسلا تعدل ايجابي مع فرق ازاي دي على ارضك هنا هتخش بقى في نتائج الاخرين تاني حزب البرمة هنخش اللي ميدياما النهاردة وهيانجي افريكانز لو واحد فيهم كسب بقى عنده ستة نقاط وانت على ارضك هنا بقى عندك خمس نقاط او عندك اربع نقاط فلابد ان يكون عندك سبع نقاط بازن الله ان شاء الله رب العالمين الفرقة اللي احنا باللعبها دي انا هاخد من كلامك بالشوت التاني من يانجي افريكانز شفت الاسلوب اللي احنا لعبنا به في الشوت التاني في يانجي افريكانز ضغطنا على البتاع لعبنا بثقة تركيز نمركز في الحكاية كتير بتجيلك ضربات ستة كتير بتاع خمساشر كورنر على الاطراف لدي منحاول نكون من الفترة اللي فاتت دي منحاول نخلي فيه اهداف مبكرة بإذن الله في المباراة بإذن الله فانا بتمنى النهاردة ان يكون لعبة النادي الاهلي في حالتهم بإذن الله رب العالمين بالتشكيل اللي موجود او باللعيبة اللي هي بتبقى موجودة بيبقى لهم شرف الدخول جوال المباراة وبيغيروا النتائج كتير او لعيبة على مستوى جاي خلينا نقول لتشكيل النادي الاهلي مرة تانية محمد الشناوي الحرس المرمى رباعي خط الدار محمد هاني زهير ايمن وعلي معلول زهير ايصر وقلباي الدفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيع في الملعب مروان عاطية أليو ديانج وفي المقدمة محمد مجدي أفشا حسين الشحات بيرسي طاو محمود كهرباء على الورق اربعة اتنين تلاتة واحد هل ده اللي هيكون متواجد في محمد مجدي أفشا النهاردة ولا هيكون لي دور مع مروان عاطية وأليو ديانج في نص الملعب في الجانب الدفاعي ده اللي هنشوفه النهاردة بإذن الله مرة تانية محمد الشناوي محمد هاني علي معلول رمي ربيع عياصر ابراهيم مروان عاطية أليو ديانج محمد مجدي أفشا حسين الشحات بيرسي طاو ومحمود كهرباء احتياطي النادي الاهلي النهاردة أو البودلاء مصطفى شبير خالد عفتاح امام عشور كريم فؤاد أحمد نبيل كوكا عمر السلية طاهر محمد طاهر مودست ومحمد عبد الميناء كابتن أسامة بيسعى النادي الاهلي النهاردة ان شاء الله للمكسب علشان يحلق بقى بعيدا في صدارة المجموعة اه مفيش شك طبعا المكسب هيخلي الاهلي سبع نقاط هيبقى بعيد كتير عن ميدياما وشباب بلوزاد ويانجي أفريكانز وهيبقى عنده الفرصة خلاص يعني شيء بمؤكدة ان شاء الله ان احنا نطلع اول مجموعة اول مجموعة بتفرق بس معانا احتمال ان يكون في مجموعة اخرى بنلعبها التاني يبقى قضر ولكن النادي الاهلي قلنا ما بتفرقش معادي كتير يعني طلعنا قبل كده تاني مجموعة واخدنا البطولة يعني لانه خلاص اللي بيلعب على البطولة متوقع انه يلعب اي حد لكن بتاريخ النادي الاهلي بامكانيات لعبته بجماهيره هو المرشح انه يكون اول مجموعة وان شاء الله هيبقى اول مجموعة النهار ده مباراة تبقى صعبة ما فيش شك في كده شباب بالوزداد خسران الماتش اللي فات من مدياما فمش عايز يخسر ماتشين وراء معه يعود اه على الاقل يبقى متعادل لانه بعد كده يبقى عنده ماتشين في ارضه فهيبقى يقدر يجمع منهم نقاط ويبقى واحد من الاتنين اللي يصعدوا في المجموعة الفرق خلاص كلنا عارفين فرق شمال افريقي عمتا الفرق الجزائرية اسلوبة واحد قريب جدا من بعض لعب بيبقى فيه التحامات قوية جدا بتركيز في النواحي الدفاعية اللعب على الضربات السابتة بيبقوا مؤثرين او في الضربات السابتة كل الشمال الافريقي كده يعني مغرب تونس جزائر كلهم كده الاندية او المنتخبات ففيش في شكل في اللعب تملي بلعبه بيه فهذه الحاجات اللي هتبقى مؤثرة معهم انه انه احاول يكسب بضربة سابتة احاول يدايقك في النواحي الدفاعية احاول هما الجزائرين كمان عندهم قوة في اللعب واسرار هما في طبيعة الشعب الجزائري فهي في الفرق برضو كده النادي الاهلي المتش اللي فات زي ما كابتا شريف قال كان سهل جدا نكسر ولكن احنا اللي قضعنا الفوز هو مش ينجي افريق كان زوال احنا وليه حتلينا سبع تمام فرص مؤكدين غير الضربات السابتة غير ولكن احنا اللي قضعنا احنا اللي هتعديلنا مع نفسنا احنا اللي هتعديلنا مع نفسنا فان شاء الله النهاردة نتمنى انه نستغل الفرص اللي هتيجي او انصاف الفرص هتسهل علينا كتير جدا وان شاء الله سهل جدا احنا نعتلي القمة بعد نهاية المباراة يا رب ان شاء الله كابتن عادل البروفا الأخيرة قبل زهاب ان شاء الله الكاس العالم الأندية والملاقات الفائز من اتحاد جده هو المرشح الاوفر حظا ديد اوكلان سيتي يمكن شوفنا مبارح اتحاد جده السعودي وضمك شوفنا ثلاثة واحد دمك طبعا بس واضح ان الاتحاد جده مجغولين بكاس العالم اكتر من مباراة مباراة يعني التفكير راحت بعض اللاعبين قياب بعض اللاعبين اصابة واستنى عليهم المدرب للمباراة اللي جاية التشكيل اللاعب فيه حتى اللاعب اداءها جوه الملعب حس انها لا خايفا حد يتعور خصوصا بعد اول ربع ساعة لويس فليبي اتعور فالباقي كله كان كاشش قوي ولكن ولكن هم اللي بيفكروا فيه مش ماتش اوكلان سيتي هم بيفكروا في ماتش النادي الاهلي واضح انه هارده ان ميستر كولر من خلال التشكيل ده برضو مباراة كاس العالم الاولى اللي هي المفروض المرشح فيها الاتحاد جده السعودي واخد حيز من تفكير ميستر كولر هو خلينا بس نارك شوي على ما قبل بطولات الكبيرة او ما قبل المباراة المهمة بالنسبة للعابين بيبقى فيه خوف فعلا بيبقى فيه اقتصاد في الجهة ده من ناحية اللعبين من ناحية المدربين بيبقى فيه اقتصاد في اللعبين بيبقى عايز انه هو يغير مجموعة لعابين يشيلهم للمباراة الاهم كاس العالم الاندية بالنسبة للتحاد جده كممثل الكرة السعودية بالطفرة اللي اتعاملت الفترة اللي فاتت دي فأكيد عايز يمثل على أكمل وجه كل الجهود متضفطة لها يعني وحتى التركيز في الإعلام السعودي وحتى كنادي اتحاد جدة كمان مهتم جدا بالكاس العالم الأندية لأنه هو ده العنوان اللي يقولك أنه الكرة السعودية تخطط مرحل كبيرة قوي من الاستقدامات ومن اللعيبة الأقوية اللي جابوهم فالناتج عنها كاس العالم الأندية أن فرقة ابتحاد جدة وما كان يمكن الدوري السعودي عشان بس الناس بقى عارفة أنه دوري ما فيهوش الفرق الأوحد يعني ممكن فرقة تكسب في الدوري تكسب فرقة مرشحة فرقة ملوسط يعني ما فيهاش عندهم الحتة بتاعت انك انت تبقى عارف النتائج المصبب الحاجة التانية المهمة التامة اللعيبة اللي هم كان سيفن بلاس ون اللي هي بتاعت السبع لعبين مع اللاعب اللي السمار الثامن بقت تمانية دلوقت يعني انت بتتكلم في كل فرقة بتلعب حتى ضمك حتى الفرقة الأخرى دي بتجيب لعيبة ولعيبة على أعلى مستوى بيجيبوا مدربين على أعلى مستوى عشان كده ما تفجئش أنه ممكن الاتحاد يخسر من ضمك والفتح يكسب الإلال ده أمر طبيعي ولكن كلينا في المباراة بتاعتنا المباراة النهاردة أنا من وجهة نظري إن هي مباراة الراحة للنادي الأهلي ليه يا كابتن أيمن ودي حاجة مهمة إنك لازم إن شاء الله تكسب النهاردة إن شاء الله علشان تبقى عندك سبع بنت ويبقى عندي مديامة ثلاثة بنت لسه يلعب بيونج أفريكان ويونج أفريكان زي عندها بنت واحد فأنت بتتكلم على شباب بولوزداد أنت بتبعد عنك وبتبقى سبع نقاط هيبقى أنا من وجهة نظري هيبقى الثاني لعنده ست نقاط ليبقى عنده أربع نقاط أو ثلاث نقاط فأنت تكون خطت قطوة كبيرة ليه الخطوة الكبيرة اللي أنت عايز تتخطاها إن عندك مباراة كتير يعني أعرج لك شوي على مباراة أنت عندك هيبقى الجمعة اللي جاية سبقى 15 ديسمبر هتلعب الاتحاد وهترجع على الثلاث على طول مثلا بعدما تخلص البطولة ترجع على شباب بولوزداد تاني وتسافر وانت بسافر السعودية وراجع وتسافر وبعدين هتلعب سورامونيكا في الدور وبعدين هتلعب فاركو سوري في السوبر وبعدين فاركو في الدور وبعدين يعني أنت بتتكلم في مباراة كتيرة أوها تبقى مضغوطة يبقى أنت المباراة النهاردة عنوانها يعني لازم تكسب لحكتين لأنك أنت تروح بعد رجوعك من كسر العالم للأندية والمباراة السوبر المصري وضغط الدول للمباراة المؤجلة أنك تقدر تعمل نتائج طيبة في المباراة الأخرى بإذن الله رب العالمين كابتن بلال كابتن عادل تكلم على هدف النهاردة المكسب بالثلاث نقاط أو المكسب مباراة اليوم ولكن الناس كمان أمالها النهاردة أنها تتطمن زيادة قبل ما تروح كاس العالم يعيزة مكسب بجانب أداء إن شاء الله خد بالك أنت كل مرحلة الناس بتفكر فيها بشكل مختلف شوية النهاردة الجمهور بيفكر مش في مرحلة دور أبطال إفريقي لأنه مش من الطبيعي أن الأهلي يقصى من دور المجموعات الناس بتفكر النهاردة في أداءك في كأس العالم للأندية هتشتغل إزاي؟ هتلعب بأني طريقة من اللعيبة اللي ممكن يقدوا بشكل كويس هل أداء النادي الأهلي كتيم مطمئن لجمهور مصر وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص في كأس العالم للأندية؟ لا لا دي كل التساؤلات اللي بدوروا النهاردة في الشارع المصر واخد بالك وده وضع طبيعي لأن أنت عندك لفل أعلى بكتير جدا 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 من بطولة إفريقي بكتير بمراحلة كبيرة يعني واخد بالك أنت اللي وصلت للناس الحتة دي أنه يفكر فيك ازاي؟ هتشتغل ازاي في كأس العالم؟ أنت اللي خدت البرونزية مرتين ثلاثة؟ أنت اللي كنت عوشك أن أنت تلعب فينال من حوالي تلاتة أربعة سنين؟ يعني الأمور النادي الأهلي هو اللي كان يعني بيحكمها تمام؟ وهو اللي خلى الناس تفكر بالأسلوب ده وبالطريقة دي النهاردة ممكن يبقى فيه تزاوزب بعض الشيء في مستوى النادي الأهلي الفترة أو في مستوى بعض دهYeب الفترة الفاتت و لكن يعني على مدار السنوات الكتير اللي فاتت وعلى مدار يعني علمنا بالنادي الأهلي وشغلنا جوه النادي الأهلي كلنا عارفين أن النادي الآلي في المواقف الصعبة بيبقى موجودة. كلنا عارفين الندي الآلي بيرتقي مع المباراة. وكلنا عارفين أنه ممكن تلعب النهاردة. تستسهل ماتش سهل. فويبقى بالنسبة للجمهور ماتش وحش. فتلعب ماتش صعب فويبقى بالنسبة لك أنت. بتحاول أن تعمل في كل حاجة. فويبقى تحدي كبير بالنسبة لك. وهذا طبيعة النادي الآليك. خد دالك. يعني ممكن بعض الناس متخوفة. فكل الناس في عندها تخوفات ولكن لما بتيجي تلعب مع لفل أعلى أنت بطبيعة الحال لسبيرت بتاعتك بتاعلى الطموح بتاعك بيعلى الأهدف بتاعتك بتاعلى وتزيد ده وضع طبيعي بالنسبة لكل الأندية خاصة الأندية اللي عتادت أنها تلعب على البطولات فأنا أعتقد الأهلي هيشتغل بالشكل ده أو أعتقد الأهلي بيفكر بالطريقة دي وبالأسلوب ده وأعتقد المدير الفني كمان عنده تحدي عنده تحدي كبير في كاسة العام للأندية لأنه عارف الهيستري بتاع النادي الأهلي في كاسة العام للأندية عارف الأهلي وصل لكم مرة للسيميفاينل عارف النادي الأهلي يخد كم مرة تالي كاسة العام للأندية فبالتالي هو كمان عايز تمام يخلق تحدي بالنسبة له عشان يخلق فرصة جيدة أو يحقق مركز جيد بالنسبة له تحسب له هو قبل ما تحسب للنادي الأهلي اعتقد ده فكر النادي الاهلي. مباراة النهاردة مش هقول بروفا يعني. لانت عندك برضو عندك لعبين غيبين. عندك في لعبين على ديكة البودلاء. عندك التغييرات مختلفة شوية. مش عايز اقول بروفا لكاسر عاملان دي. لان لو قدت الكلام ده. هبقى بظلم النادي الاهلي. بظلم المدير الفاني. وبظلم اللعيبة كمان. لان النهاردة مباراة مختلفة. ليه؟ مباراة مختلفة. في بطولة مختلفة. على ملعبك. مع خصم مختلفة عن خصم لعبت المرة اللي فاتت. الامور مختلفة تماما. انت ما تقسش النهاردة. مباراة النهاردة. بمباراة كاسر عاملان دي على الاطلاق. لان انت لو عملت الكلام ده. لما جيت قدام ريال مديرد. عملت شوط رائع جدا جدا. وعملت ستين ديئة رائع جدا جدا جدا. قدام ريال مديرد. تمام؟ صحيح. وحددت ريال مديرد. وكان ممكن تسجل أهدافه بعض الأوقات. فانت لو بتسبيل حتة دي. وبا انت مش تروع على الجول بقى قدام ريال مديرد. يعني كل فرق اعتمد تشتغل بالشكل ده. او لو فكرت بالمنطق ده. انا هلقق ايه الفرق ما بير ريال مديرد. وانجي افريكان لو اتعادلت الناحية دي. وبانا انا هتغلب ستة ساعة. مستريح. لا. الكرة فيها كده. كرة فيها كل مباراة المدير الفني بيشتغل للمباراة نفسها. بيعمل حساب الماتش نفسه. بيعمل التاكتكس بتاعته على حساب على المباراة نفسها كافتر عيد. صحيح. لا يوجد مباراة بتبقى ايكوة للتانية. خالص. كل مباراة مختلفة شوية. خاصة ان الليفلز مختلفة كمان. المستويات مختلفة. تمام؟ الفروقات مختلفة. الطموح بتاع العيبة بتاعتك مختلفة. هل النهاردة مثلا تقنعني ان روح لعيبة النادي الآله النهاردة في ماتش زي مثلا بولوزداد هيبقى زي وانت بتلعب ريال مدريد. بقى مختلف تماما. استحالة. صحيح. استحالة. يعني انت لو النهاردة بتأدي بنسبة 80% فقدام مدريد ممكن تأدي 120% قدام الستية هتأدي 120% وده وضع طبيعي في كرة القدم في كل العالم خد بالك. مش بس الاهلي بس او مصر بس. الاهلي عنده تاريخ يسمح له ان ينافس بقوة. الاهلي عنده تاريخ يسمح له انه يكون موجود على المنصات العالمية. الاهلي عنده تاريخ كبير جدا واعتقد اللعيبة كمان دي اللي موجودة في الملعب عندها تجربة جيدة في الحتة دي. صحيح. مش بس يعني المدير الفني وتاريخ النادي الاهلي. لكن اللعيبة دي موجودة واللعيبة دي اللي اخدت تالت عالم ووصلت تنسيم الفاينال اكتر من مرة. صحيح. خلينا نقول سريعا قبل ما نروح نشوف تقرير وراء تشكيل شباب بلوزداد. رئيس نبوالحي لحراسة المرمى. رباعي خط الظهر الظاهرين حسين بن عيادة ومختار بالخط. وقلباي الدفاع معات حداد واشرب بودراما. سلاثي خط الوسط عبد الرؤوف بن غيز عدلان قديورة وحسين السلمي. وقدامهم سلاسي المقدمة عبد الرحمن مزيان تلال بصوف وليونيل وانبا. نروح نشوف تقرير عن مبارات اليوم. نرجع نكمل كلامنا عن تشكيل الفاينين مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. رحب بكم مرة تانية يا عزيزي المشهدين. كابتن شريف نتكلم على تشكيل النادي الاهلي النهاردة. وهو التشكيل الأمثل تقريبا. وهو التشكيل الأجهز في الفترة دي. بعد استعادة محمد عبد المنعم ومودست جازيتهم إن شاء الله هم مع البودلاء النهار. محمد عبد المنعم ومودست؟ مم مع البودلاء النهار. إن شاء الله. ما نحتاج له مش يعني. يعني أنا لو من مستر كولر برضو بفكر في الماتش الجاي فمش عايز أغامر بمحمد عبد المنعم. وأنا لأ وجهة نظر بس في حكاية الماتش الجاي دي. إحنا أهم حاجة عندنا الماتش بتاعي النهاردة. طبعا طبعا طبعا. نعدي النهاردة القوي. ده محطة محطة. بزرعة. لسه تحاد جدة ده عنده أوكلاند سيتي وإنت عندك فصحة من الوقت. إنك إنت فيه شكل فني جميع اللعيبة. إن شاء الله. اللي هو منهم معشورة يعني كمان. عنده مساحة. بتتسعة من الوقت. تدريبات وحاجات كده وقاعدة ونشوف النهاردة لو كان لي حظي بقى موجود برده. إذنان. وتوظيفه صح. يعني برده أنا بحسس على حكاية إن إمام عشور لو لعب مكان حسين الشحات ناحية الشمال دي. هي دي الأمثل بالنسبة له اللي بتقربه من ناحية المرمى جنب كهربا. أنت عايزه بتادي قدام. بتادي قدام يعني سيبقى ما حتة النواية حلعبه بين الدفاع والهجوم والبلاي ميكر. دي واجبة زي ما بيقول أسامة. هاي. واجبة. الوقت يسمو إيه أسامة اللي هيلعب معنا النهاردة ها. وامبة. وامبة. انت قلت عليه واجبة. فواجبة النهاردة لإمام بتبقى صعبة شوية. كويس. فالتشكيل ده أمثل بصراحة. بصراحة. عندك شغل كده باستثناء محمد عبد المنعم هو اللي كان مفروض يكون موجود وبيعمل شباة في المباراة زي دي شباة قاعة جايد جدا بالنسبة. هو عائد من الإصابة فأه. انت ما عليك النهاردة غير بدل ما يضغط عليك انت اللي على أرضك وانت اللي تعمل اسلوب الضغط على المنافسة. لو عملتله كده حيبه هو رد فعلي بس وحنشوفه زي الشوت التاني من عبنة كونتر اتاك. بيحاول بالراجل لونيل وامبا وعبد الرحمن ميزيان دول اتنين لعيبة كويسين جدا. هم اللي بيعملوا لك الفاست فورد بتاعهم اللي بينقلوا ملعبهم من حالة الدفاعية للحالة الوجومية وده عن طريق اللونج باس. غير ان هو بيلعبك في كل كرة مشتركة وفي كل بطريقة فيها قوة. فلازم انت كمان تبقى واعي للشكل اللي كان بيلعبك بيه قبل كده وواعي للسيستم. ومش هتفاجأ ان انت تلاقي بيجم عليك برضو النهاردة بتلاتة وتحتهم واحد. زي ما عمل في يانج افريكنز هناك يعني يانج افريكنز هو اللي كان بيجم عليه وفقدوا السيطرة. فاحنا بالتالي احنا كلعيبة وكفرديات وكشكل وكجهاز فني بيفكر في المباراة جاية جدا في الاستحواز من الاول خالص. مع حاجة واحدة بس اللي نفس فيها. ان مبقاش فيه زيادة. يعني امرواني عطية لما كرة جيلك تك 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 تك. خلص وسلم وخل الكرة هي اللي تجري خاصة في الملعب بتاع برج العرب. برج العرب ملعب يحب الكرة تجري. مش هتحتفظ بها الملعب تقيل حنتعور. وانا مش عايز اي حد في الفترة دي يحصل استضام مع فرقة زي دي. او يتعور او تحتاج الدكة بإصابات. صح. تحتاج الدكة فنيا. انت قلت حاجة هي بالارقام اكتر فريق عامل فاولات الشباب بلوزا. شباب بلوزا. صحيح. هو ده خرجك عن التركيز في المنطقة اللي فات بهذه الأشياء. وانت فجأت ان قلت انا انا الاعلام كلك صدر لك هناك يوم لساعة البطولة دي. انت هتروح تتفسح. مفيش مبارسة ما هتتفسح. اديك شفت مجامع عمل فيهم ايه. صحيح. في اخر ثانية تيك جول. فانت باذن الله يكون في توازن بس الدفاع بتاعك والستة بتوعك اللي بلعبه قدام. يكون عندهم افكت يعني. عندهم تنفيذ. عندهم ايجابيات. ايجابيات النهار ده ايمن. في السكور. مم. ما يعديش مني الشوت الاولاني. وابقى معرض في الشوت التاني. انه اكسب ولا اتعادل ولا اتغلب. لا انشاء الله نفس المبادر. بقولك ايه. الكورة فيها كل حاجة. صحيح. نتفرج على مانشستر سيتي. اهو بيعاني. يعني. عادينا نتفرج على. ان شاء الله. مكسب لوجودنا في مرعبنا. ان شاء الله. ان شاء الله. اذن الله كابتن وسامة. رؤيتك الفنية. لتشكيل نادي الاهلي النهاردة. ومستر كولر هيلعب ازاي. اربعة تلاتة تلاتة. ولا اربعة اتنين تلاتة واحدة. هو. مستر كولر. في معظم. الماتشات اللي فاتت بيلعب اربعة تلاتة تلاتة. بس طبعا بوجود مجد افشا. احنا شوفنا الماتش اللي فات كمان. ديانج. انا قلنا كان مروان بيلعب رقم ستة. اللي هو امام رامي ربيع وياسر. وديانج بيبقى ايمينه. وكان امام عشور شماله. بس الماتش اللي فات. حسنا ان ديانج بيدخل جنب مروان كتير جدا. واضح ان هو كان واحد تعليمات. خصوصا نشط التاني. بعد التغيير اللي حصل. مزبوط. انه يبقوا اتنين في العمق. يعني مبقاش ياخد الشكل الطولي. في الجنب مع هاني وبرستاو. زي الماتشات قبل كده. فممكن يكون ده تفكيره النهاردة. ان يلعب اتنين ارتكاز. اللي هو ديانج ومروان عطية. وقدامهم افشا. اللي هي الطريقة التقليدية. اللي كان الاهل بيلعب بها قبل كده. اللي هي اربعة اتنين ثلاثة واحد. يبقى افشا قدام مروان عطية وديانج. تحت محمود كهربا. ويبقى شمال وحسين الشحات. ويمين وبرستاو. واحيانا ممكن برضو نشوفها. انه يرجع افشا مع مروان وديانج. عشان يقفل جنب من الاجناد. لكن بطبيعة لعبة افشا زي ما قلنا. هو بيحب يبقى قريب من التلاتة اللي قدام. بيعمل تمرينات بينية. بيسدد. بيكمل عجون. فممكن ياخد الشكل ده. طبعا في دور مهم جدا لعالم معلول. معلول وهاني. ودولة يعني هما زهراء. ولكن بيسموا اجنحة. يعني بيقولك اجنحة ظهيرة او العكس يعني. دورهم كبير جدا في الشغل اللي بيبقى على اطراف الملعب. خاصة لما حسين الشحاد بيدخل للعمق. وبرسي تاو بيدخل للعمق. هما اللي بياخدوا الاطراف. عشان الكرات العرضية. الكرات اللي بتنزل. ممكن يسدد. ممكن يكمل من احاية تانية. عالي معلول يكمل من احاية تانية. حسين وبيرسي تاو. طبعا صحيح بيرسي بياخد الجنب اليمين قدام هاني. وهو حسين الشحاب بياخد الجنب الشمال قدام معلول. ولكن كتير كتير بيدخلوا للعمق في المناطق اللي بيفضيها كهرباء عشان ما يبقاش كهرباء لوحده في الثمنتاشر أحيانا ممكن تلاقي التلاتة جوة بيرسيتاو مثلا على القايم البعيد كهرباء في النص حسين الشحات على الأولانية أو العكس وحسين الشحات وبرسيتاو شفنا كتير قوي منهم وده مستر كولر واضح تعليماته في ماتشات كتيرة أنه في الفترة اللي بيطلع فيها دفاع متقدم فرقة شباب بالوزداد أو أي فرقة هم بيلعبوا في العمق من وراهم بتتعب الكرة طويلة من سواء رمي ربيعة من ياسر إبراهيم من معلول من هاني خلف الأربعة المدافعين ويقطع فيها حسين الشحات أو بيرسيتاو من العكس من العمق بيقطعهم من بره الجوة عشان يجي ما بقاش قفصايد يعني فالنادي الأهلي إن شاء الله يقدر يركز من الأول يقدر يضغط من الأول يقدر يحرز أدف من الأول لكن دور مروانة عطية وديانج هيبقى مهم جدا مع رامي وياسر أنه يزوقوا المهاجمين لقدام صحيح ما يفتحوش كان فيه عيب شوية كان رامي وياسر تحت قوي الشوت الأول بالزال الشوت الأولاني بالزال وكهربا وحسين الشحات وبرستاو قدام قوي يعني بلعبوا في 70 متر أو 60 متر لا أما عايزينهم بلعبوا في 30 متر 25 متر يبقى رامي وياسر زقين مروان وديانج وديانج ومروان بيزوقوا قدام أفشا وحسين الشحات وبرستاو عشان تبقى كتلة واحدة قريبة سواء في هجوميا الكرة الثانية تبقى بتاعتنا أو استغلال أو في الهجمات المرتدة يبقى خطوط قريبة ويدغطوا على طول بسرعة ما يبقاش فيه الفجوة اللي شفناها في نص الملعب كان فيه مساحة كبيرة أو في نص الملعب عند مروانة عطية وديانج فربنا يسهل إن شاء الله نقدر نستغل أنصاف الفرص بإذن الله بإذن الله كابتن عادل في دوق تشكيل الفرقتين توجد مواجهة من نوع خاص على الخطوط ما بين ميستر كولر وباكيتة مدرب الورزيلي مدير الفني لشباب بولوزداد كيف يتفوق ميستر كولر على باكيتة اليوم؟ من الحاجات اللي بيعملها باكيتة دائما في الشوت التاني ممكن هم من المدربين يعني عرفوا جيدا يعني من المدربين اللي بيشتغلوا على اليقاء البدنية كان مدرب الهلال السعودي في وقت من الأوقات لا ومنتخب السعودي كمان ومسك في نادي الزمالة هو بيعتمد على اليقاء البدنية وبيعتمد على آخر 25 ديئة من المطشط دائما بتبص تلاقيه من المدربين اللي تون الوقت يتحفز في البداية ثم آخر 25 ديئة بيراهن على الفرق والنحية البدنية إذا ميستر كولر يتفوق على باكيتة وعلى كرة شمال أفريقيا يجب الاستغلال الفرص الأولى تعرف أنك إنت لما بتروح معهم فرق شمال أفريقيا تونس مغرب جزائر لما بتروح معهم للشوت التاني بيعرفوا يتصرفوا فيه كويس بيعرفوا يضيعوا وقت كويس قوي بيعرفوا يلعبوا على المرتدة كويس قوي بيعرفوا يتحركوا تحركات جيدة فيها وعي عكس أفريقيا السمراء اللي احنا باللعبها ممكن تخدعهم بجملة تخدعهم بفكرة تخدعهم بشكل تخدعهم بشكل ولكن في آخر الأمر أنت بتتكلم على تشكيل النادي الأهلي وبتتكلم على مروانة عاطية وقاليو ديانج في الوقت اللي حسين الشحات ومجدة أفشا وبرستاو وكهربا بيلعبوا في الحتة الهجومية أنا مع كبتين أسامة تماماً أنه هيلعب النهاردة حتى لو قال يلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة لو هو يلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد علشان قدرات مجدة أفشا كويس فرقة يعني أنك انت في الفكرة اللي انت عاوز تضغط على الفرق بتاعة شمال أفريقيا يجب الحزر معاه لأنهم بيعرفوا يعملوا الهجم المرتد بمعنى إيه بمعنى أنك انت تأسم المباراة إذا مستر كورر عاوز يتفوق على شباب بوليس دائما يأسم المباراة ما بين ضغط كامل عالي فترة بسيطة ويرجع تاني للحطة التلت الملعب علشان يحيرهم ويرقبطهم لكن الفرق شمال أفريقيا لو لعبتهم بوطيرة واحدة دائما التاكتيكس بيتفوقوا فيه بيبقوا كويسين يعني انت لو عملت عليهم ضغط عالي من الأول للأخر إلا هيحصل لا لا مش من الأول للأخر بس انت على أقل هتنزل ضاغط من بداية المباراة هو أكيد يا كابتن أيمن أكيد انت بتلعب على ملعبك لازم تستغل عنصرين والعنصر الأرض والجمهور ده واحد والعنصر الثاني ان الفرق الأخرى جاية تعمل نتيجة إيجابية انت محتاج النهاردة المكسب علشان تبعد زي ما اتفقنا ولكن في نفس الوقت محتاج انك انت يبقى عندك حذر وحذر كبير جدا من الهجم المرتدة حذر كبير جدا من الكور السابتة بالذات القرانل والحاجات الفاولات اللي من الجام أبصت لهم طول الوقت عايزين ياخدوا فاول من الجناب علشان هما بيجيدوا الحتة التقوف عالي وبيعرفوا يشتغلوا تكتيكيا كويس يبقى انت لازم حاجتين لازم التزديد النهاردة كتير من النادي الأهلي رئيس جون كويس وكل حاجة ولكن متقدم في السن وبقاله فترة كبيرة قوي حركته قالت كتير هو مستو كان في الحركة وجوة 18 مستو كان في القوة بتاعته لكن قالت حتى كور السابتة ما بيطلعش عليها تماما انت لو أتقنت انك نعمل كورن على الستة مش حتى ما بيطلعش للستة يعني من الحراس المرمة اللي بيجيد اللعبة تحت التلات خشبات فقط لكن تحرك جوة 18 قال كتير جدا فانت لازم يجب انك انت تضغط وتضغط بقوة شوت الأولاني علشان تنهي شوت الأولاني واحد سيف هينزلوا بالبلاني الثاني انا عارفهم هيهجموك كويس لكن انت كنادي أهلي تعرف تعمل مساحات واحد ضد واحد تعرف تجيب الجونة الثاني والثالث من تشكيل فريتين كابتن بلال كيف يفكر كل مدير فاني بطبيقية الحال انت الاهداف عندك واضحة كابتن انجل الاهداف عندك هي المكسر بتلعب عن ملعبك في وسط جمهورك بتلعب مباراة نقاط فبالتالي انت بتدور على حاجة مستريح احنا اتكلمنا يعني المرة اللي فاتت قلنا ايه مفيش الموضوع مختلف ما بين دلوقتي ما بين كاس العالم لكن انت معنويا معنويا محتاج تكسب عشان تروح كاس العالم وانت كسبان انا بتكلم على اللعيبة كمان لكن احنا لو بنتكلم في كرة قدم لا الموضوع مختلف تماما لكن النهاردة مهم جدا بالنسبة لي مهم جدا ان انت ما تتغلبش او ما تتعدلش على ملعبك لان ده خد بالك يا ابتن ايمن ده بيطمع الفرق فيك فيما بعد يعني النهاردة لما تيجي تلعب هنا في القاهرة ولقد در الله مسلا تعمل نتيجة سلبية ما الكلام ده خد بالك له اصار بعد كده ايجابية للخصم سلبية بالنسبة لك اي فهم اصلي انما النهاردة كل مباراة بتتلعب في استاد القاهرة او بتتلعب على استاد برج العرب او بتتلعب يعني وريفر فين يعني لازم تكسبها صحيح وهي دي كرة القدم الطبعية انت كل الماتشات اللي بعد كان نوك اوت هتلعب في ملعبك وتلعب بره ملعبك فانت محتاج ان انت تكسب جولة ملعبك وده وده خد بالك وده لازم تكون دي الثقافة اللي مبنية عند اللعيبة والثقافة اللي مبنية عند كل النهاردة لازم يكسب وعايز وانا بكسب كمان بعمل مباراة خيالية مش مهم تكون مباراة على فكرة فنية بالاداء العالي لكن ممكن لكن الاهم هي تكون مباراة تالية بالاداء العالي الروح فهم اصلي صحيح ممكن ما اعملش مباراة فنية حلو قوي صح ما رقصش وملعبش الكرة لكن وانا بشتغل في الملعب صح اداء القتالي ممكن يبقى غالب علي وبالتالي مش هتدي فرصة للفرق التالي يعني مثلا مباراة زي دي مباراة المباراة اللي خضناها مع اتحاد العاصمة اي تمام اتحاد العاصمة فنية اقل منك بكتير لكن قتاليا كان افضل منك بكتير افضل منك بكتير جدا في مجر السوبر ممكن يكون ده الفقر ما بين الاتنين هو هناك عمل اي هو كل كرة مشتركة بياخدها تمام كل كرة فيها لتحم بياخدها لو ما خداش بيعمل فوق وبالتالي بكتة ممكن يكون فرج عليها وخد منها بعض المالية محتبا اكيد مليار في المية مليار في المية مداء اداء النادي الاهلي مع فرقة برضو من الجزائر خد بالك وهما الجزائرين نفس الاسطايل نفس الاسطايل هما بيعتمدوش على الفنيات بشكل كبير قد ما بيعتمدوا على الروح القتالية العالم صحيح في الماضي او في الاوان الاخير المنتخب بتاعهم بقى عنده كورة وبيلعبوا وبيشتغلوا كويس وعندهم لعيبة امكانات كبيرة لكن ستيل هما محتفظين بحتة التحدي الشغل اللي فيه قوة بدنية كبيرة خد بالك وانت المباراة الاولى انت فرق معاك يعني استعدادك المتأخر لان انت خد بالك وانت جاي من فترة اعداد فبالتالي الاستعداد بتاعك يا كابتن ايمن ما كانش افضل حاجة في الماتش الاولاني عشان كده الاداء ظهر بنفس الشكل لكن اعتقد الاهلي النهاردة خد مباراة كتيرة جدا الاداء البدني النهاردة ممكن يبقى جيد وبالتالي ادائك الفني ممكن يبقى جيد مهم جدا الفرق اللي تيجي تلعب في ملعبك تبعارف ان ايه بتلعب النادي الاهلي مباراة صعبة جدا جدا بالنسبة طب السيناريو المتوقع من البداية انا اتمنى مش اعتقد اتمنى النهاردة مستر كولر يبتدي ضغط على فرقة شباب اللي ازداد من البداية تمام يلعب بشكل مختلف يعني احنا المتشات اللي فاتت احنا بنلعب هنا لما تعدلنا واحد واحد مع سيمبا التنزاني الاداء متواضع لا انا احنا عايزين ضغط من البداية اول تلت ساعة طبع ضغط اه يعني المورا مش كلها هتضغط هتضغط طول التسعين دي لكن اول تلت ساعة ضغط بعد كده من ان انا فاتح الجيم وسايب ويشتغل معي في الجيم هد تو هد مش عايزين الكلام دي احصل لنهار بس في حاجة انت بتقول هبتدي اضغط بس انا هبتدي اضغط لحد ما اجيب جوه وبعدين ممكن نفترض ما جبتش جوه مش هتفضل ضغط على طول مش هتفضل ضغط على طول طبعا مش هتجيب بدناء مش فرقة في العالم بدناء بتضغط طول التسعين دي لكن ممكن تعمل لها كابتان ايمان ممكن انت بتدافع تلعب بقى دفاع كومباكت تمام تلعب تقف نص ملعبك ما تديش فرصة المهم تقام من جولة بالضبط ما تديش فرصة للشباب بلوزداد انه يبتدي يمسك كورة ويلعب ويشتغل على الأطراف الملعب ويبنوا فرص محققة للتهديف لان الكلام ده المباراة اللي لعبتها هنا في استاد القائرة في افريقيا كان فيه فرص محققة للفرق اللي انت بتلعبهم سيمبا هنا كانوا 3-4 فرص محققين كان ممكن نسجل أهداف هل الكلام ده يتماشى مع الفرق الكبيرة اللي عايزة تلعب فاينال لا فلازم وانت بتدافع تبقى بقافل كويس جدا وانت بتدافع لازم بتقاتل على كل كورة تمام لكن ما بقولكش ان انت طول المباراة انك تضغط وانك لازم تبقى يعني تلعب لا فيه وقت كتير جدا هتبقى مجهد شوية خلاص بترتاح بتريح بس الكلام ده محتاج تنظيم حتى لو النتيجة مازال التعادل حتى لو نتيجة مازال التعادل نما شوفناه في ماتش الزمالك لما كانوا بلعبوا هناك على أرضهم كانت نفس الاستحواز وكلام الزمالك انضاغط وفجأة كورتين بالعرض وكورة سبتة وكلام 2-0 في دقيقتين جابوا في الزمالك جنية صحي وانت عندك كده منت عندك العجبة تقدر تسجل أهداف مصبوط منت عندك النهاردة عندك سين الشحات بيعرف سجل أهداف بيرس كوربا بيعرف سجل أهداف بيرسي تاوي بيعرف سجل أهداف مجد يقفشا بيعرف سجل أهداف وكورة جزائرية زي ما انت قولت اللي ممكن تشتغل حتى واحدة ضواح وضروحية الكورة الجزائرية زي ما انت قولت اتحاد العظيمة وبلوزودات دول ستايل بيتميلوا عليك ضغط من الأول ويحاولوا يخرجوك برا التركيز طب أخيرا كابتن شريف تتوقع أهداف في الشوت الأول بإذن الله يعني بالجماهير إن شاء الله اللي موجودة وبروح اللعيبة والرياكشن بتاع فريق يانج أفرجان في المباراة في الشوت الثاني خدنا سكة برضو كابتن أيمان صحيح يا رب تتترجب النهاردة في الشوت الأول يعني أتوقع إن هيبقى مباراة مقفولة إن بعفل دفعه لكن ممكن الأهداف تتأخر شوية كابتن أيمان ممكن شاء الله نشوف هذا في الشوت الأول بإذن الله مباراة مقفولة تكتكان أو مفتوحة خصوصا من الجانب الجزائري طبعا أعتقد أنه هيبقوا قفلينها شوية وهيلعبوا على الالتحامات القوية والضربات السبتة فممكن يبقوا قفلينها من الأول كابتن بلاي أعتقد جيم هيبقى قوي من الفرقتين هيبقى فيه ضغط كتير جدا من شباب بالأزداد وفيه ضغط كبير جدا من النادي الأهلي وتمنى تسجيل الأهلي إن شاء الله في الشوت الأول عشان يعني نفوق بداية كل التوفيق إن شاء الله نادي الأهلي من البداية لتحقي الفوز هنروح لفاصل ونرجى لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية الحدث الشوت الأول انتظرون